اشتركوا في القناة بس اللي انا بتكلم فيه ان يعني خد معلومة اعرف تمام اعرف معلومة بس اكتر من كان فيش لكن لقيت ان انا بتعب نفسي على قلة فايدة ما حدش حتى بيدي يعني مفيش رئاتي يعني مفيش تفاعل معايا مفيش اي حاجة معايا لو ان انا عمال ارزع في كلامه بس لأ ما انت لازم تتجاوب معايا وتقول كلامك غلط وانا مستعد ان انا استمع ليك قول كلامك غلط وانا مستعد استمع ليك بس لكن قولي كلامك غلط باحترام مش تقولي انت كذبه رجل ابني مش عارف ايه وتجيب اهلي وتجيب وانت ما لكم الاهلي انت احنا بنتكلم في قناة عن الفلبين ما لكم الاهلي ما لكش علاقة باهلي تمام كلم فيه في اللي انا بتكلم فيه اتكلم في اللي انا بتكلم فيه وقل لي كذا 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 وانا ارحب بكلامك على عيني وعنها راسي الف مرة ده اركن بقى على جنب اللي بيجي بقى من خريج بيكون يعني العملية مرتاحة شوية تمام بيكون راتب مرتاح شوية يعني افضل من من بعض الدول بتكون عاملية مرتاح فهو مجهز نفسه عامل ايه يعني استعداد لنفسه ان هو يخش الفلبين بيجهز بقى سنة اتنين تلاتة بيكون بقى مثلا معاه عشرين الف هو بقى بيبتدي ان هو يكون اسرة هنا يكون عنده زوجته ابنه او عادي معاه في الخليج بيكون بيجهز بيت هنا بيجهز حاجة هنا وبعد كده بيبتدي ينقل واحدة واحدة يعني يبعت مراته الاول بعد كده يشتغل له مثلا سنتين او تلاتة وبعد كده يروح تاني تمام الزيارة يبتدي يعمل مشروع يبتدي وهكذا فليه اللي بيجي من خليج افضل من اللي بيجي من اي بلد تانية زيادة على كده انت لما بتيجي من الخليج ما بتطلبش منك الصفارة ما بتجيش تقولك انا عايزة تلات تلاف دولار وعايزة مش عارفة بصر ايه وعايزة كذا وعايزة كذا بتحس ان هي بتحط تعقيدات ان انت ما تجيش مش عايزينك تمام في اي بلد تانية مثلا في لبنان في اه في الاردن في مصر بيطلب منك التلات تلاف دولار بسم الله الرحمن الرحيم وعايز حجز فندق ويكون مؤكد وعايز تذكرة زهاب وعودة وعايز مش عارف كذا ويفضل يقولك تخدها بعد اسبوع لكن لما بتروح وانت في الخليج تمام بيقولك هاتلي شهادة ترات هاتلي يعني حاجات اللي هي ايه اه والستاذ براهيم خارج صح اه اه الظهر ان انت عنده فصل فا اه بيطلبش منك حاجات معقدة وانت في الخليج فبناءا عليه بيكون دخولك اسهل بكتير من انت تيجي من المغرب من الجزاير من تونس من الكلام ده كله بيكون القدوم للفلبين اسهل بكتير لما تيجي من الخليج اسهل من انت تيجي من اي دولة تانية فبيفتح لك مجالات تانية بتكون اهدى يعني ايه بتكون مترستة فكون ان انت بقى عايز تيجي كمهندس انا هنرجع بقى انا هشوف شرحت قد ايه وعبلت خطة قد ايه اه كون ان انت عايز تيجي كمهندس تمام فالفلبين متروسة مهندسين الفلبين بتصدر مهندسين ده رقب واحد اتنين عايز تيجي كنقاش الفلبين متروسة نقاشين متروسة وبرضه بنصدر يعني بتصدر عمال عايز تيجي في اي مهنة انت متخيلها موجودة الفلبين الا بعض المهن اللي بتصعب على الفلبينين ذات نفسهم ودي بيستعينوا من اليابان من الصين من كوريا من الهند بيجيبوا ناس منها يعني انت كعربي برضو يعني سوري مش 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 تقليم من قيمة العربي فانت بخبرتك لا قيمة لك داخل الفلبين انت بخبرتك بتعليمك تمام لا قيمة لك في الفلبين ففي غيرك آلاف بتيجي من برة بتيجي من اليابان بتيجي من الصين بتيجي من كوريا كوريا الجنوبية بتيجي من الهند عشان تعوض العجز اللي موجود في بعض الخبرات اللي موجودة في الفلبين فانت فكر نفسك كعربي حتيجي هنا انا والله مهندس وعندي مش عارف خبرات كذا 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 طيب اركنا على جنب الخبرات اللي عندك اهلا وسهلا يعني اهلا وسهلا هل انت تحترف على الناس دي انت تتميز على الناس دي في حاجات كتير لو بتتميز يبه خلص اهلا وسهلا بك مش بتتميز بحاجة يا بخلاص. مش ده تفاضر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش بتتميز هتركن على جنب وحتفضل قاعد كده لحد لما يعني بقى تشتغل بقى بقى بخمسين الف او خمسة واربين الف تشتغل بقى تدور على اي شغلية تانية. لكن كنت تشتغل كنقاش او ديزاينر او الكلام ده كله انا واحد من ضمن الناس انا بقولك ديزاينر ما باشتغلش في الفلبين. فريلانسر باشتغل فريلانسر. عاوز يجي هنا نفترض انه فيه شغل وكده. مش هتقدر تنافسك في الفلبين يا باشت. مش هتقدر تنافسك حتى لو عالك لغة. غير اللغة يا باشا غير اللغة عفوا انت يعني حتى الراتب يعني انت زي ما تفضل ابو احمد انت يعني كيف بدك تنافس? يعني انت انت في بلدك مثلا نقاش ممكن انه مثلا على سبيل المثال باخد له راتب مثلا اكس. طب هذا هو انه ممكن ياخده هنا ماينوس اكس لانه زي ما تفضل ابو احمد اللي هو دولة مصدرة للعمالة. فانت صحيح هنا تشتغل نجاج. اجور العمالة هنرخيصة. اه يعني انت ليس جاي? ليس جاي? يعني حتى لو في شغل يعني زي ما تفضلت اه اه انت ليس جاي يعني. يعني صعب صعب رواتب اه تعماني او او. ما لا الرواتب يا باش عشان الناس بس ما تقول لي خمسطاشر الف كحد ادنى اللي هو كان خمسطاشر الف في حدود تلتمية دولار. خمسطاشر الف في حدود تلتمية دولار. ده الحد الادنى للمرتبة هنا. فناس يقول لي تلتمية دولار. يعني معلش ناس من مصر يقول لي تلتمية دولار. يا نهر ابيض. ده مبلغ كبير يا عم في مصر. حبيب ما انت حضرتك حتيجي. انت في عليك اقامة. في عليك كزا. في عليك كزا. في عليك. اه انت مغترب. انت مش قاعد في مصر. انت قاعد في مصر ما بتدفعش اقامة نفسك حضرتك. صحيح. اه ما بتدفعش اقامة لنفسك. تمام? وغير هيك يا رحمد. انك انت راح تجيش كعربي هنا في عندك انت اشياء تختلف عن الحياة الفلبينة. مصاريفة اكثر من. مصاريفة اكثر اه اه يعني شيء معروف يعني. فضلا ايه. فانت لما بتيجي هنا كعربي. ما انا برضو انا بجيب الامثال كلها اني كمصري. انا باجي هنا راجل انا راجل ياسيدي اه اه مبيض محارة. انا راجل بنا. تمام? انا راجل بنا. وجاي من مصر تمام? على الفلبين عشان اشتغل. وانا راجل اه بدور خمستاشر الف بيس وده مبلغ محترم بالنسبة لي. تمام? تيجي بقى تحط. انا راجل مش هاكل محاشي. تمام? انا راجل كبنا مش هاكل محاشي. ليه? لانه مفيش محاشي في الفلبينة. حطر ان انا عملها بنفسي. اللحوم تمام? مش متوفرة في كل او تعتبر هنا اللحوم بالنسبة مقارنة بمصر غالية. هنا بعض اللحوم بالنسبة لو انت قايير في منلا لو انت قايير في منلا انت عايز تشتغل عايز تشتغل حاجات تمام? تفضل شغال يشتغل هتشتغل في منلا. كبنا? تمام? عايز تشتغل هتشتغل في منلا. ف curry انت عايز تجيب بقى بدل ما يكون انت مثلا زي ما بقول لك هنا الراجل هنا بيشتغل بخمسمائة بيسو في اليوم? لا انت هتشتغل في مانيلا بتلتين بيسو. طب التلتين بيسو في اليوم. اشتغل بتلتين تلبيسو في اليوم. تمام? تعمل شغل التلتين بيسو. طيب. في اليوم في المدن الكبيرة نتيش الشي صح? يا زي سيبوه وزي اقدا? لا هو هنا خمسمائة. اشتركوا في القناة